همية مكارنة بين الأول،elenائب وأُلاً مكارنة بين الفركات مع مكارنة بين أرقام الأهلي وبارامدل الأ autop став الآية ي الكماborne الأول طبعاً ترتيب الفركتين واللعب أدي إ funcion أول حاجة الناد الأهلي لايب 19 مباراة جسم 12 نسبة الفوز بتاعتنا 63 و1 من 10 في المية النادي كسب 8 من 22 فقط ashانادي الأهلي تعادل ٥ النادي اتعادل ١ نسبة التعادل عندهم كبيرة جداً الخسارة الأهلي خسر ماتشين بس بيراميدز خسر أربع ماتشات كمل نيجي لإحراز الأهداف إحنا اللعبين ماتشات أقل ولكن إحنا مسجلين يعني إحنا أقوى خط في الأقوى في الهجوم 35 هدف مقابل 31 هدف لبيراميدز نيجي لخط الدفاع لاستقبال شباك أهداف 14 هدف في النادي الأهلي 26 هدف رقم كبير جدا 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 ده دليل على وجود مشاكل دفاعية كبيرة جدا الكلين شيت النادي الأهلي 7 كلين شيت هم 6 كلين شيت فقط رقم قليل برضو لأن النادي الأهلي لعب عدد أقل من المباريات ده دليل على وجود المشاكل الدفاعية الكتيرة الموجودة في بيراميدز النقاط النادي الأهلي 41 نقطة بيراميدز عنده 34 نقطة طيب إذن دي كانت المقارنات ما بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز كالعادة استمتعنا بيكو يا كريم استمتعنا بيكو يا أحمد يعني إن شاء الله المباريات القادمة برضو تدون شرح وافي وتفصيلي لكل المباريات القادمة أنا بشكركم شكرا جزيلا على وجودكم معنا شكرا جزيلا لزمالنا كريم سعيد وأحمد سابت كريم سعيد وأحمد سابت بشكرهم